بايبي ان شاء الله تكونون زانين اليوم راح اصور لكم فيديو الماسك للشعر السحري هذا الماسك فجهي يتجنن يطول الشعر بسرعة يخلي الدورة الدموية بالرأس تتفعل اكثر وتتعرفون من صير الدورة الدموية بالرأس من تتفعل بسرعة يقوم يطول الشعر وينمو الشعر يعني شون يكون بدون تقصه فتشي يعني مو طبيعي جد هاي الوصفة فتشي كلش حلو هس انا عندي هاي زرعاية الالوفيرا طبعا قطعت هاي الالوفيراية هس راح نظفها بالماء في ماء اضافتها هس راح ابدى اقبأها ستوجي نلماتة اوكي هلقيت هس راح احط تقريبا نازم بقضحة هي تشسارة تقريبا نفس الشي جبت هاي الجدرية حطيت بها ماء اريده يغلي لانه ما اريد الحرارة رأسا تمس الماسك ماتي شوفوا بنات هسا بده يصير حار اوكي لان بده من جو ده يفور الماء باعو وكي انا هسا شنو سويت هسا من طلعتها اخذتها شوية تبرد وجيت هنانا سبت البيت او المكسر سويتها على ما تتكسر كلها سوية والاشياء اللي موجودة اكو اشياء موجودة هسا بيها انا ما اريد لين اريد بس الالال اللي هو بس الدهن مالتهم مالتين مازيجين هاو بالاضافة بعدين حطيت عليها خاشو كتين مي مالت طعام باعو هسا احطه هنانا افلت راه هسا على موت شنو هاي الاشياء الخضر اللي تكون بعدها موجودة مالتها شسمة شسمة تروح لانو ما اريدها اريد بس تبقى بس انا الدهن شوفوه وفي الرائد مالتها شعره على الأطراف على الجذور لانه هي بالنسبة لي اهم انه تتعذي لانه هي منها تبدي حيوية الشعر الدور الدموية لما تدفع على البراس تقوم يطلع شعر اسرع ينمو الشعر اسرع ينمو بطريقة صحية فهذا الماسك اعتمد عليه مرتي بالشهر او مرة كل سبور بالنسبة لي احسوي مثل حمام زيتي اذهب بطريقة صحية و اذا عدكم هذا مرة الصبوغ على مد هو شنو يصير دافي فما يصير دافي قوم يتفعل اكثر المواد التي حطتها تتفعل ويا شعرة ويا البصيلات فهذا راح اذهب بطريقة صحية والف شعري فيه وعلى المخدة راح احط خولي على مد لا تتوسخوها للمخدة مالتكم او تنزل عليها زيوت وبعدها صعبة تطلع من عدها وباشر الصبح اغسل الشعري وورا ما اغسل راح اشوفكم الفيديو اللي هواية كتبولي بالانستا صديقاتي على سناب شاد راند اشيون تسويين شعرة الكرلي هيتي فباشر ان شاء الله وورا ما اصبح واخلص صبح راح اسوي لكم الفيديو شنو هي المواد اللي استخدمها على شعر الكرلي وشلون اسوي بحيث هيتي حسر راح اروح احط تشيس واشوفكم ان شاء الله باشر مرحبا شونكم حبايبين ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية بالفيديو ماتية راح اصوي لكم شعري شون يصير كرلي ويبقى انا شعري طبعا من طبيعته هو اصلا كرلي فش اسمحت ها هي الاشياء الثلاثه اللي اني استخدمها على موت يصير قوام شعري كلي جزين ويكمش بعد اكثر والبنات اللي ما عدهم شعر كرلي يعني من تستخدموا هالهاي همين شويا راح يطيكم هاي اللفة ما تشعر الكعكل المهم البارحة أنا بالليل سويت لكم الماسك الماسك مات الألوفيرا وهي زيت الجوز الهند الطبيعي لازم يكون أتمنى تجربوها لهاي الوصفة وتسووها وصفة رهيبة رخيصة ماكو داعي يعني تروحوا للصالونات لان أنا من وقتها جربت هواي أشياء أسويها على مودة الصالونات وبس تدفعيني فلوس على الخالي بلاش فهاي الوصفات اللي تكون بالبيد تكون دائما وصفات كل جزينة رخيصة موجودة الألوفيرا طبعا تقدرون تشترونه من أي مكان الألوفيرا همين يشتري من المشاتل أنا جبتها من الريفة الصراحة بس أكو هواية مشاتل اللي هنا تبيع للألوفيرا أكو مثلا سوبر ماركت يبيع الألوفيرا هذول اللي محلات الورود يبيعوها الألوفيرا فمتوفر دائما فبراح تلاقون أي صعوبة أنه تلاقوه فهي أكيد أكو ميد ألف طريقة واحد يسوي ماسك للشعر بس أنا هجانت الطريقة اللي أكثر شي عجبتني ولأنه زيوت اثنيين ومهمة وأنا شوف الزيت فتشيك كل شي مهم للشعر فلدخلونا نطول سولي سبسكرايب لا تنسون وفعلوا الجرس على مودة يجيكم كل شي بريد واللي ما مشتركين للقناة اشتركوا بقناتي زوحة بايبي أول شي رح أبلش بي هو أنا عندي هذا هذا مثل المي ميمات الشعر أنا أريده يتبلل ويساعد همين بالتمشيط تلقو بالديم تلقو بالروزمان بأي مكان فأني هسة لأنه صالي تقريبا 30 دقيق 30 إي 20 دقيقة هج طالع من الحمام فبدأ شوية شعري هذا عنده هو سبراي خاص للشعر الكيرلي عادة تلقو اكيد بكل مكاني واني بس اجيبه من الدي ام مهم شي وانتو تسوو شعركم يجي هاي الحركة شي كلش مهم الشعر كارلي واني اضل يجي اسوي هسه اجيب ماتي الموسمة في السهر يقوله في الماني اسمه خوفك السفر هسه راح ابقي الشعري تقريبا لمدة نص ساعة ينشف اوكي حبايبي هيا رجعت لكم مرة ثانية هسه اني على مود تكمش هاي مالتي الكعكولة اقوم استخدم هذا هذا يسمو شوك ويفس قلت خسترونج باور هولد يعني هذا كلش يكمشها للكعكولة ويكمش الشعر على مود لا ينفتح او اذا ما عندكم هيجي شي بالبلد مالتكم قدرون تستخدمون اي جل اي جل همينا يفي بالغرض بس لا تنسون ابد لا تحطوه هنا لانو بعدين مرح تغسلون بالحمام وتمشطون كلش راح يكون عليكم صعب فاكثر شي حاولوا تحطوه هنا بالاطراف وهمينا رح يبقى الشعر يتماسك مثل هاذا الجل تسعني هذا العشق عندي امود امود علي كلش كلش حلو وهمينا ما يخلي هالشعره يصير هيتش جامدة ومو لازم رأسا وارا ثانية يوم تسبحين لا تقدرين تبقي يومين ثلاثة ويلا تسبحين المهم هزا رح شوفكم شون استخدمه حسن بعد ما بيحلل تضغ صراحة الشسوار الشسوار هذا هي اهم فقرة بهذا كله الشسوار هذا اللي يكون هيتش همال تراس اوكي عبارة عن هذي سمو ديفوزا ما عاربان شينو بالعربي ديفوزا هيتش يكون شكله انا ما احط على اخر حرارة احط دائما بالوصف اوكي بالتأكيد ..فلس انت خلصت شعر اعني بس بقات خطوه اخيرة وهي عمن الزيت يستخدمون زيوت مختلفة للشعر يستخدمون زيوت مختلفة للشعر انا لدينا الارغان اويل هذا انا طالبت من امازون 100% pure فهسا احطاني لانه ريحتك كلش قوية وابد ابد لا تحطوه هنا لانه بعد يومين تكون زيت فروة الراس فابد لا تحطوه بالجذور وانما حطوه بس بالاطراف طبعا هذا الشعرش يكون ورا اول يوم للغسلة فاليوم الثاني تتغير شوية من الشعرش لانه حتيجر طوبة الجو من الطرعين برا او حطلو انتي بالبيت اضافة من التنامين فاشوفكم باتشر شون اسوي الشعري ورا ثاني يوم وهذا ثاني يوم اصلا وراها ثالث رابع يوم تقدرون تبقوا شعاركم هينشو ما رح يتغير من عنده ولا اضيفو له اي براداكت وها هي حالا محبا اي بيت شونكم انشاء الله تكونون بخير صح وعافية اليوم رجعت لكم هذه ثاني يوم ثاني يوم ورا الصبحة همالتي البرحة وياكم سوينا سويه شعري طبعا مثل ما قلت لكم انا اشيللي فوق من انام المهم هستة من قاعدتي بس في تحت الشعري بعد النفس ماتة البوليوم عادة احط لاني بس ارشل شوية من البرودكت اللي حطيتها البارحة بس ما اكثر بس يشوفوه ما شاء الله بعد نفس الشعر مات البارحة واني حطيت له هسا الشي والشيات بس على منت ترجع شوية الحيوية مات حاطه بمي عادي اجياني شوية يجي ارشل الشعري تبلل شوية الشعر ف الهس رح اجي على هذا او الجل اللي انتي عندك هي تحخذين بس هالجد تسويه تبايدك بعد انتجين نفس البارحة الطريقة اللي حطيتها من اخر تبايدك اما اشتري ذهب اما اشتري الترجمخ اما اشتري موسيقى تكون خلصنا الستايل ما اللي تشعرنا اليوم الثاني طبعا هسا تقدرين اذا تحبين تحطين اي زيت انت تريدي الارغان او او اي واحد انت تحابته بس هذا هو انا اللي اسويه واصلا اني شعري لانه من الطبيعة هو مكعكل فالحنة لو شكر ما اواجه واي صعوبة بي فارجع و اقول لكم لا تنسون الماسك تسويه مرة بالاسبوع او مثل ما تحبون اكراس تسوي كل اسبوعين مرة يعني مرتين بالشهر حسب ما انتو تحتاجون اني بالنسبة لي اسوي بالاسبوع مرة وهذا يحافظ لي همين على نظارات شعري المهم حوايبي اتمنى ان شاء الله اكون فدتكم شوية وعجبكم الطريقة عنايتي بشعري وشون اسوي الستايل لا تنسون تسولي سبسكرايب واللي ما مشترك بقناتي يشترك ويفعل الجرس على مود كل شي جديد اول شي يوصلكم لا تنسون همين تشوفون صديقاتكم وناسكم ومحظابكم هذا الفيديو واتشاركون هذا الفيديو على مود تدعموني تدعموا قناتي ونصير بعض اكبر احبكم كل شي هواية و باي باي